النهاردة هتكلم على عشبة ساحرة القريب قبل الغريب أقر إنها مضاد رائع للاكتئاب مضاد رائع إنه ينزل الكورتزول في الدم مضاد رائع للأنيكزايتي أو القلق وخصوصاً في فصل الشتاء هايبوريكم بريفوريتم ستنة يا حبيبي ستنة ما تقلقش عشبة القديسين عشبة ساحرة هنحطم الاكتئاب النهاردة ويوم حطنا قبل كده والله سعب عليها الاكتئاب ده تعالوا نعرف الأول إزاي بيحصل الاكتئاب في نواقل عصبية مهمة جداً في الجسم مسؤولة عن الإحساس بالسعادة مسؤولة عن الإحساس بالارتخاء إن أنا ليه هدف في الحياة إن أنا عايزة أقوم للشغل فرحان إن أنا الدنيا جميلة والحياة بمبي السيروتونين الله أكبر والدوبامين الله أكبر والسيروتونين يتحول إيه فالنام كويس؟ الميلاتونين ده أنتوا تفاحوا قنوات بقى أزودكم من الشعر بيت والنور إبانيفرين والأسيطايل كولين الحاجات دي لما تبقى موجودة في الجسم بالنسبة بتاعتها أبقى سعيد وعندي أمل وإن شاء الله بكرة أحسن وكلام الموتيفيشن اللي بتسمعه من دكتور كريم علي ده بقى لما يبقى موجود في الدم طيب الحاجات دي قلت لأي سبب يبتدي الاكتئاب يظهر يبتدي الأنجزايت القلق يظهر يبتدي نوبات الهلع يظهر لآخر بقى البيبورل ومشاكل الطب النفسي العميقة أو الصعبة العشبة اللي في إيدينا النهاردة دي هدية من ربنا للناس اللي عندهم اكتئاب عشبة ملهاش أضررة جانبية ده حاجة خفيفة وأتكلم عليها في الآخر بتعمل إيه بقى هي عبارة الأول اللي هي مادتين هايبرسيرين وهايبرفورين الاتنين دول بيعملوا ساحرة تعالوا نمسك الحبيبنا الأولاني هيبرسيرين مش مهم الأسامة بيعمل إيه بيزود الدم في الشعيرات الدموية الصغيرة بالذات طيب الشعيرات الدموية الصغيرة دي تفتكروا موجودة فين في المخ في مليان شعيرات صغيرة في الودان يا الناس اللي بتشيك من الطانين دي أصغر الحاجة فلما الدم يزيد في الشعيرات الدموية وقصوصا في المخ المخ يبقى أكثر قدرة على التركيز مخ فيه دم يبقى بيفكر أحسن وخلايا صفية وعنده يعني الامجينيشن بيبقى موجود كويس أو الكرياتيفتي اللي هو أنك الاختراع وحل المسائل وعقل نشيط عقل نشيط بالسهل لكده فلما الدم يزيد بسوبة بحبيب قلبنا الهايبرسيرين اللي موجود فيه عشبة القدسين ييه المخ يفتح كده ويصحصح ودي أول حاجة تاني حاجة بيعمل فيه مادة اسمها M-A-O-A المادة دي بتعمل ايه بقى لما الدوامين يطلع السيروتونين يطلع الميلاتونين يطلع الحاجة الجميلة دي ده المؤذي ابن المؤذي يطلع يهبطهم يطلع يهبطهم M-A-O-A فالمادة السيرين دي تروح تتخنق معايا تعالى 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 انت بليه بتهبط الحاجة الجميلة بتاعت ربنا دي تقم وقعلنا من الجسم M-A-O-A يبقى الحاجات دي تاخد نفسها أي حاجة لما يطلعوا توقفها ده بيشيل الفرامل فيبقى عندك سيروتونين تبقى سعيد يبقى عندك دوبامين تبقى فرحان عندك نور إبنفرين نشيط وفرحان بالدنيا وفرحان بنفسك وعايز تتجوز واحدة واثنين واثلاثة الحلقة دي السيتات هايبقى دلون يبقى ادي الهايبر سيرين طب ماشي الهايبر فورين يا دكتور بيعمله ده حكاية بقى ده حبيبنا ده المفروض نعمله ليه واحد كده في الصالة تكتب هايبر فورين اللي لما الناس تيجي تزورك مين ده ده واحد مهم جدا في حياتنا الهايبر فورين بيعمل ايه أول حاجة بيه أدوية الاكتئاب يبتوع الاكتئاب بيسمها ايه سيروتونين ريابتيك انهيبتور يعني ايه دكتور بالبلدي يعني السيروتونين طلع أول ما يلمس المستقبل يحصل له ريابتيك يتاخد عشان يتعمل ايه يعني مايفضلش كتير مايبواصل مخ كده على طول على طول مفرز يتاخد يعمله يتجدد فالأدوية اللي الناس بتاخدها بتمنع الريابتيك يعني لما يطلع السيروتونين يفضل في المكان بتاعه شغال في المستقبل فيفضل يعمل افكت على طول على طول على طول مفيش ريابتيك انهيبتور أول هايبر فورين ده بتاع ربنا بيعمل نفس اللي بيعمله بيمنع الريابتيك فالسيروتونين يطلع مفيش حاجة تشيله يفضل قاعدهم راح راح ويدينا سعادة الدوبامين يطلع الهايبر فورين ده يمنع تكسيره فيفضل بزيادة الدوبامين كذلك والأسلالة كلين كذلك فالهايبر فورين يمنع الريابتيك يمنع إعادة تكسير أو يعني ان هم ياخدوا هرمونات السعادة لما تطلع توصل نفس اللي بيعمله الأدوية حتى الأبحاث قالت نفس فعل الأدوية ولكن بدون مؤثرات أو بدون أعراض جانبية أو نقول للامتحار أو كلام اللي اكتئاب كله اللي احنا بعرفين الأدوية بتاعته بتعمل إيه يبقى ده المادتين الأساسيين اللي بيعملوهم في الاكتئاب ولو أنا جزايتي ولو السيروتونين علي يبقى هيتحول لميلاتونين الميلاتونين يخليك إيه تنام كويس لو نمت كويس تاني يوم دايماً بيبقى كويس دي حاجة الحاجة التانية الاتنين دول الحلوين دول مع بعض يقوموا رايحين للمخ أنا عندي سترس جامد المخ أول ما بقى فيه سترس يقوم باعت للغضة الدرقية وباعت للغضة الكذرية الكذرية تفرز إيه لو أنا عندي سترس يطلع إيه كتابولي تحت الكورتزول البشا بقى بن البشا الاتنين دول ياخدوا كده مع بعض حبة حبة ويطلعوا للمخ ما تدش إشارة للكورتزول أبوس إيدك يا معلم يبقى إيه ما فيش كورتزول زيادة لما يحصل لك سترس يبقى الأمعاء هتفضل شغالة والمناعة هتفضل شغالة والمية ما تتحبس في جسمك وما يجي لك شيرتشح أمعاء ولما خلي بالك حتى بقى انتم مفروضوا انتم اللي تقولها لي لما الدم ما يقلش والمي كوروبيوم يفضل سليم يبقى يفرز السيروتونين هرمون السعادة ثمانين في المية من الجسم بيطلع منين؟ من الأمعاء فيبقى ضرب عصفرين بحجر العشبة الساحرة عشبة القديسين أو القديس جونز الله يعمل بيته يبقى عمل حاجة خلى هرمون السعادة عالية ومنع الكورتزول فخلى يعني الأمعاء تفرز طبيعي لأن الكورتزول لما يعلى لازم الاسترس ما يبقاش لك قابلية للأكل ما لكش قابلية للجنس ما لكش قابلية للحياة لأن الأمعاء ما فيهاش ما فيهاش دم مش وقته في القلب وفي المخ وفي التركيز وفي العضلات عشان تجري من الأسد ده بيخلي الكورتزول واطي فتفضل الأمعاء تطلع لك السيروتونين والدوبامين والحاجات الحلوة الجميلة قوي دي يبقى الباشا بن الباشا ده عشان الحالة ما تطلعس إحنا علماش أنا افتكرت نفس الفكرة تانية في الخلاصة بتقللك الكورتزول بتخلي الحاجات الدم موجود في المايكروبيوم سليم فيفضل السيروتونين يفرز لما يتفرز السيروتونين ما يتكسرش بسرعة لما يزود الدم اللي في المخ فالمخ يفضل مصحصح ويفضل أكثر قدرة على السيطرة على المشاعر وأكثر قدرة على السيطرة على الاسترس أو الضغط العصبي النقطة التانية الام اي او اي دي المادة اللي بتهبط لي هرمونات السعادة ما تبقاش موجودة مع هذين المركبين هايبر سيرين وهايبر فورين ايه دي عشبة القديسين فيها منها يعني مكمل غزائي وفي منها شاي تاخدها شاي صبح وبالليل أو تاخد قرصين قبل النوم تزبط لك الدنيا وتخلي مودك عسل عسل حاجتين بالمرة بدم اكتئاب الشتاء دخل وطب بدم الاكتئاب اللازم هكلمكو على الهيربس لازم اكلمكو على البرد وزور الفلونزا لازم اكلمكو عليها التهاب الزور دي امراض الشتاء لازم لازم اكلمكو عليها في الحلقة الجاي بس انتو قولوا يا رب الباشا ده بيعمل ايه مع حاجة تانية الماغنيسيوم يساعدنا جدا عشان يراخي طبعا 250 ل400 ميلي جرام قبل ما تنام مهم جدا من ضد الاكتئاب والباشا ابن الباشا الملك الكبير اللي منحق الكبير يتدلع فيتامين ايه اللي في الشتاء 5000 وحدة كل يوم مع الغدا مع حتة زبدة ايه فيتامين دال اي حد زينا كده دخل على ايام ضلمة مفهج شمس فيتامين دال 5000 وحدة مع الغدا فيتامين دال لو قل 50% حالات الاكتئاب بتزيد لو فيتامين دال علي 50% السرطانات بتقل مش هاتكلم على فيتامين دال ده طيعة عمرنا فيه حاجة تانية بالنسبة لعشبة القديس جونز مضاد التهاب رائع فيه مادة اسمها cycle oxygenase المادة دي بتعمل التهابات عارفين المادة دي اللي بيكسرها في الالتهابات اسبرين بناخد الاسبرين عشان يقل التهابات الجسم عن طريق انه بيوقف مادة cycle oxygenase القديس جونز ده بقى بيروح يكسر المادة دي يعني نفس فعل الاسبرين بيقل الالتهابات في الجسم جدا لانه بيوقف هذه المادة اللي بتسبب الالتهابات الجسم وبتسبب تقليل منعة الجسم لعلوه نسبة الالتهابات. تمام؟ واضحة كده يبقى حاجة زيادة أنه هو بيقل الالتهابات. حاجة بقى قبل ما أقفل الحلقة مين ما ياخدوش؟ أول حاجة أي حد عنده سيولة دم أي حد بياخد حاجة في جهة السيولة كان عنده جلطة قبل كده وماش على دوية سيولة. ما ينفعش ياخد القديجونس خالص. تاني حاجة في سيدات. ولو إنه مش وثمت بس الأمانة العلمية يقول لكم إن في حاجة اتقالت كده. ناس سيدات كانوا بياخدوا حبوب منع الحمل. وكانهم اكتئاب. فاخدوا القديس جونس مع منع الحمل حمله. فلسه الأبحاث بيقولوا يا ترى هو وقف نظام الهرمونات هو نشط المبايض. هو خلي الجسم ما يستفدش من حبوب منع الحمل. طبعا حبوب منع الحمل ده مصيبة. كلام تعريبا كده. إنما اللي بياخد تاخد حبوب منع حمل تخلي بالها لأن في ناس حملت لسه مش عارفين ليه. أمانة علمية بقولها لكم. اللهم هل بلغت. اللهم فشل.